اشتركوا في القناة امتحان نموذجي على الوحدة التانية امتحان كامل هنحلوا مع بعض على الوحدة التانية ان شاء الله يا رب الامتحان يعجبكم هسيب لكم اسفل هذا الفيديو اه جميع فيديوهات الصف الاول السنوي ياريتنا اطلع عليها للي ما اطلعش عليها وبفكركم ان انتوا تفضلوا معنا لنهاية الفيديو علشان تستفيدوا اقصى استفادة من الاسئلة اللي هنحل لها مع بعض وبفكركم لو دي اول زيارة لكم للقناة ما تنسوش او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الالشان يوصلكم كل والاشعارات بتاعتنا اولا باول احباتي وهنبدأ مع بعض اول سؤال عندنا لو ايه هيكون منخفض او مرتفع اه ستشعر بالتعب او المرض يبقى ايه الضغط برافو عليكم الضغط اللي هو ايبقى ايواء بريجر نسميه بريجر اللي هو الضغط او بلود بريجر اختي عندها رغبة قوية رغبة يعني با تمام desire strong desire to be a doctor اه طبعا عندنا desert اللي هي الصحراء intend تبقى النية intend او ينوي intend عدم المقدرة الناس ممكن ان يتبرعوا بالدم ايواء تمام محمد صلاح عنده المقدرة على احراز الاهداف تمام مقدرة جريت نحفظ الكلمات دي يا شباب for me بالنسبة لي my father is my professor actor rule model rule model طبعا اه رقم دي اللي هي rule model اللي هو المثل الاعلى اه lion guardians space works with the community تعمل مع المجتمع to help both لكي تساعد كل من the lions الحيوانات الاسودة and their live stock وحيوانات الماشية بتاعتهم يبقى في عندنا منظمة منظمة lion guardians organization منظمة يعني organization space belongs to the cat family طبعا عايز يقول الاسودة تنتمي الى عائلة القطط ايوا كده من غير ذا خلي بالكم بمعنى الفصيلة الاسود you should study hard to space your goal to achieve your goal تمام نحفظ يا جماعة دي يعني يحقق حلمه او هدفه my brother is based every morning خلي بالك في عندي every morning كل صباح يبقى present symbol او مضارع بسيط my brother مفرد هياخد اس المضارع تبقى reads the earth الكرة الارضية خلي بالك ده universal fact حقيقة كونية يبقى باستخدم لها برضو وبما ان تعتبر مفرد يبقى على طول هقول احط اس مع الفعل الموجود عندي طبعا عمره لا يأتي متاخرا سامح حد بيقول طبعا ده انت مش هينتنفح هنا ليه لاني جايب لي comes اس المضارع معاها تبقى never يبقى نهنفي بnever لوجود اس المضارع موجودة هنا عندي اه او كي فهمناها ليه جبنا never طبعا عندي قاعدة من القواعد بتاعتنا اللي هي قاعدة اه بييجي قبلها مستقبل وبعدها مضارع بسيط او مضارع آآ مضارع بسيط او مضارع تام خلاص مضارع بسيط او مضارع تام طبعا ما عنديش مضارع هنا عندي مضارع بسيط اللي هو يبقى انا ساتصل بك بمجرد ان بمجرد انا انتهي من عملي هنا ممكن اقول مكانها ممكن اقول ممكن اقول خلي بالكم الرابط ده كلها بيجي معاها مستقبل قبلها وبعدها مضارع بسيط او مضارع تام طب ليه ما قلناش ما هيدي مضارع تام من فاش اي بتاخد انجليزية يتحدث بيها في كل عنحاء العالم يبقى انا محتاج ان انا احطها في او المبني المجهول يبقى هنجيب ام او از او ار زي تصريف التالت من الفعل ده هو المبني المجهول المبني المجهول بيتكون من ام او از او ار بلاس التصريف التالت من الفعل لاحظ معي في الماضي البسيط خلي بالك في الماضي البسيط طالما جايب هنا يبقى الزمن اللي قبلها ماضي بسيط اللي بعدها برضو هيكون ماضي بسيط هنا جملة ماضي عشان في موجود يبقى ماضي بسيط بس مش ماضي عادي بسيط ماضي في زمن المبني للمجهول لان المنزل بنفعش هقول يبني او اه بنا المنزل ايه بونيا بونيا بقى في المبني المجهول المبني المجهول للماضي بيتكون من ووز او وير بلاس التصريف التالت من الفعل تبقى ووز بيلت وين اي ووز يونج عندما كنت صغيرا خلي بالك وين اي ووز يونج يبقى في عادة انا متعود ان انا اعملها هنا معناها اعتدت ان خلي بالك يبقى هنا اعتاد ان خلي بالك هنا بتساوي او بتساوي وش خلاص يبقى وقاعدة وش بيجي بعدها اه ماضي بسيط لتدل على او امنية في المضارع هنا جايب مضارع يبقى الماضي البسيط اللي عندي اي ووز اليوم طاحز معي توداي بتعبر عن امنية في المضارع الا ان انا جبت وصف الماضي مع او اي ويش يمكن اقول ايوش اي ووز اليوم طب لو قال لي ما كان توداي لو جاب اي اه دلالة على زمن الماضي البسيط زي اي اجو زي لاست زي يستر داي يبقى هجيب الماضي التام. مش هنفع هجيب الماضي البسيط. هو انتهى من دراسته. خلي بالك هنا ماضي ايه? ماضي بسيط. هجيب معها ايه? مش هنا. هجيب هي اللي تيجي هنا لان كي بعدها زمن محدد. لكن في المضارع التام بنجيب هنا. احنا متعودين على. خلي بالك هنا حتى يغير لي الدنيا. ايوة بيجيب الفيرب بزائد دايما مع لما يكون موجود قبل بيجي معها الفعل مضافة ومعناها ان انا لازلت اقوم بهذه العادة حتى الان. يبقى انا متعود ان انا ازور اقربي او على زيارة الاقربي. الدرس طبعا بيت موعيد حصص. وبما انها موعيد حصص يبقى تايم تابل. فيها جدوى الموعيد. يبقى مضارع بسيط. اه المصريين جيف محمد صلاح صانع السعادة. ادو له ايه بقى? ايوة اللي هو لقب. يعني ايه? لقب صانع السعادة. معناها الثروة. هو التبرع بكل صروته. ايوة. يعني التبرع. اعطاء الدم يعني منافع صحية. لا مش ما هيش رقم به. يعني منافع صحية. خلي بالك. علي ما ينفعش ليه? تمام? معناها ان ما ينفعش هنا. علي كانت تنفع. تمام? جملة مثبتة ينفع حط معها لكن بتيجي في الجملة المنفية. علي لم يعد يدخن. يجب ان نشجع. ده من افعال مهمة جدا. يشجع الحفاظ على المياه. ايوة الحفاظ على المياه او الاقتصاد في المياه بمعنى نحفظ الحاجات دي يا جماعة. انا لدي ابن عم يعمل لشركة بترول. ايوة كان اصل الجملة ايهاف كازن هو ووركس فور ان اويل كومبيل بس احنا حزفنا اللي هو الضمير الربط اللي هو هو وحزفنا معه ووركس وحطينا مكانها ووركينج. دايما بيسني علي عندما اجيد في الامتحانات. يسني يعني آخر فعلا عندنا. خلي بالكم. يعني يدافع. يبلطج. يبلطج. يعتزر. ماي فاثر سبيرس نو افورتز. يعني والدي لا يدخر جهدا. تو سبيرس مي. هو يقنعني. توجوين the faculty of medicine. يقنعني ان انا ادخل كلية الطب. يقنع يعني ايوة بيرسويد. بيرسويد يعني يقنع. تمام؟ ننتقل الى الجزء الثاني عندنا هو قطعة وعليها بعض الاسئلة. نقرأ القطعة مع بعض. القطعة طويلة شوية وفيها كلمات مهمة جدا ياريت نحفظها. ميديتيشن. ميديتيشن اللي هو التأمل او التفكير العميق. تمام؟ ميديتيشن ده اه معناه التأمل او التفكير العميق. is an extreme form. هو شكل اكستريم حاد. of concentration من التركيز. هو شكل حاد من التركيز. it allows your mind انها تسمح او انه يسمح لعقلك. to focus انه يركز on one thing. على شيء واحد. and detaches you. ويبعدك from all worldly things. من الاشياء العالمية. بعيدك عن كل حاجة تانية. خليك تركز في حاجة واحدة فقط. meditation. التأمل can help us to eliminate negative thoughts. بيساعدنا في ان احنا نزيل الافكار السلبية. ah worries اللي هي القلق. تمام? anxiety. anxiety اللي هي القلق برضو. and all factors that can prevent us feeling happy. وكل العوامل اللي بتمنعنا ان احنا نشعر بسعادة. خلي بالك prevent يعني يمنع factors العوامل. today's life is full of stress. الحياة اليوم مليئة بالضغط. which further influences our day to day activities. والذي يؤثر بشكل كبير على الانشطة اليومية او انشطة اليوم بيوم. تمام? meditation التأمل helps in يساعد في reducing stress. تقليل الضغط. by affecting your nervous system. عن طريق التأثير على الجهاز العصبي. it has been proved that. وقد اثبت انه. that the practice of meditation. اللي هو ممارسة التأمل. carried out on a regular basis. التي تنفذ بي على قواعد منتظمة او بطريقة منتظمة. basis هنا معناها قواعد. will mitigate. mitigate معناها يقلل. خلي بالك انا ترجمتها لك. هو هيسألنا عليها كمان شوية يقولنا معناها ايه? mitigate يقلل the symptoms الاعراض of stress and anxiety. هي ايه? الضغط وانجزايتي اللي هو القلق. انا physical level على مستوى بدني. meditation helps to lower high blood pressure. المديتشان بتساعد اللي هي تقلل lower high blood pressure. تساعد في تقليل الضغط المرتفع. it improves انه يحسن the immune system. الجهاز المناعي immune system. and increases وتزيد the energy level. مستوى الطاقة. as you gain an inner source of energy. اه لانك بتكتسب مصادر داخلية للإنرجي اللي هي الطاقة. the mind becomes fresh. العقل بيصبح يعني مش عايزين نقول طازق هو معناها ان هو حاضر يعني عقلك يكون حاضر يكون حساس او مرهف الحس الممارسة المنتظمة للتأمل كل واحد يقدر ان هو يمارس المدتات اللي هي يتأمل يعني الفيرب نفسه بصرف النظر عن من هو يجب ان نلتزم به معناها نلتزم به التأمل اليومي بصرف النظر لأي مدة حتى تجلس على قشن يعني وسادة او كرسي لن يعمل الايه المدتاتشن التأمل the most important point اهم نقطة is to take a comfortable seat انك تاخد كرسي مريح while when you look back بينما عندما تنظر للخلف there will be no doubt لن يكون هناك شك of its effectiveness اه بالتأثير بتاعه it's possible for the mind من المحتمل للعقل to be free of thoughts ان يكون اه خالي من thoughts الافكار طيب اول سؤال عندنا meditation is as based sport طبعا هو mental sport هو رياضة عقلية mental يعني عقلي the word mitigate اللي احنا قلنا عليها من شوية means يعني ايه فاكرنا يقلل يقلل يعني ايه ايوة listen الاكتوار الاول خلي بالكم الفعل ده بيتهلي ما عنداش علينا قبل كده listen يعني يقلل meditation is very useful التأمل هو مهم جدا طيب physically بدنيا منتالي عقليا منتالي اند فيزيكالي ولا سبريتشوالي 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 يعني روحيا طبعا هو منتالي اند فيزيكالي اتنين مع بعض we do meditation using our بنقوم بعملية التأمل باستخدام ايه ايوة العقل اللي هو الطيب what does meditation help a person to get rid of get rid of معناها ايه يا شبهب يتخلص من بيساعدنا في انحنا نتخلص من ايه تعالوا نفكر كده بيساعدنا ان احنا نتخلص من ايه ايه اتلاوز your mind to focus on one thing and it attaches you from all worldly worldly things تمام eliminate نتخلص من negative thoughts words anxiety والحاجات دي تمام هو ده اللي بيساعدنا ان احنا نتخلص من الاشياء دي how does meditation help us physically يساعدنا ازاي بدنيا التأمل طبعا موجودة في القطعة help us to lower احنا نقفض the high blood pressure the worries anxiety and the factors that can prevent us feeling happy what happens to the mind after meditating ماذا يحدث للعقل بعد عملية التأمل يحدث للعقل ان هو ايه it allows your mind to focus on one thing بيحصل ان العقل بيركز على حاجة واحدة and it detaches you ويبعدك from all worldly things من الاشياء العالمية او الخارجية اه السؤال التالي هو سؤال translate into arabic برجم للغة العربية we must take care of youth طبعا we must يجب ان نهتم بيه اليوث اللي هم ايه 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 الشباب as they are the backbone backbone يعني يا شباب تمام backbone معناها العمود الفقري of any society لاي مجتمع and they are to lead the process of development وهم مانوط بيهم ان هما يقودوا عملية الايه عملية التقدم او التنمية تمام translate into english السياحة مصدر هام لجلب العملة الصعبة اه لمصر لذا علينا ان نقدم كل تسهيلات السياحة tourism مصدر هام important source اه 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 to bring العملة الصعبة اللي هي يا شباب تمام hard currency تمام علينا يجب اه اه we must نقدم provide all التسهيلات اللي هي اه ايه 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 facilities possible facilities to attract attract يجزب السياح اللي هي tourists to visit ايجب يبقى tourism is an important source to bring hard currency اللي هي العملة الصعبة for ايجب so لذلك we must provide يجب ان نقدم all the possible facilities كل تسهيلات الممكنة to attract اللي كي نجزب tourists السياح to visit ايجبت ان شاء الله فضل لنا جزء الاسي ان شاء الله هعمل لكم فيديو بازن الله هيلم الاسز المتوقعة وازاي ان احنا نحل الاسي في فيديو قادم بازن الله واتمنى ان يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش لايك للفيديو دعم لنا ودعم للقناة ولو دي اول زيارة لكم للقناة subscribe او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول واشوفكم الفيديو القادم بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته